السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اصدقائي طلاب قولة سنة وفي حلقة جديدة هنشرح فيها درس جديد بعنوان العجلة العجلة هي الدرس الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني ايه هو موضوع العجلة هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة بسم الله العجلة دي كان لها تعريف صغير بيقول ان تعريف العجلة هو التغير الحادث في السرعة مقدار او اتجاه يعني ايه الكلام ده يعني اي تغير هيحدث في السرعة سواء مقدار او اتجاه يبقى هنا الجسم ده بيتحرك بعجلة نشوفه وانوضح على مسائل لو عندي الجسم بيتحرك في خط مستقيم سيارة مثلا تتحرك في خط مستقيم بحيث تقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية يعني ايه تقطع مسافة مثلا 10 متر في زمن واحد ثانية فلما قطعت اول 10 متر كانت زمن واحد ثانية كمان الى حد هنا بقت 20 متر كانت زمن اتنين ثانية الزمن مسافة 30 متر في زمن قدره 3 سوائن بتقطع ازاحات متساوية في ازمنة متساوية يعني بالاخر هنا بتتحرك بسرعات ما لها سرعة متساوية لو جيت تحسب السرعة هنا هتلاقي عشرة على الواحد بعشر متر كل ثانية تعال ننسب هنا السرعة 20 على الاتنين برضو بعشرة متر لكل ثانية السرعة الحد هنا كده 30 على الثلاثة برضو عشرة متر لكل ثانية دي اسمها سرعة منتظمة او سرعة ثابتة هل الحد ستغير في السرعة لا وما ان فيش تغير في السرعة اذا مفيش عجلة العجلة هنا هتلساو سفر يبقى لو ما فيش تغير في السرعة مفيش عجلة يبقى هنا تعريف العجلة تغير الحادث في السرعة مفيش تغير الحادث يبقى ما فيش عجلة طيب لو عندي جسم اخر يتحرك في خط مستقيم بحيث في السنية الاولى كان قطع مسافة عشرة متر في السنية التانية قطع مسافة ثلاثين متر في السنية الثالثة قطع مسافة ستين متر في السنية الرابعة قطع مسافة ميت متر تعجينا نحسب السرعة عند السنية الاولى السرعة هنا ازاحة على زمن يعني 10 على الواحد تطلع بعشرة الثانية الاخيرة هناك كده قطع مسافة دي 30 على زمن 2 يعني السرعة هنا تسوي 15 متر لكل ثانية طيب السرعة هنا 60 على 23 متر لكل ثانية طيب السرعة هنا 100 على 25 متر لكل ثانية هل السرعة هنا سبتة؟ لا ده السرعة متغيرة متغيرة في المجدار بعد ما كانت عشرة بقت 15 بقت 20 بقت 25 اذا يتحرك الجسم بعجلة عرفت منين فيه عجلة؟ لان فيه تغير في السرعة يبقى طالما فيه تغير حادث في السرعة دي بنسميها عجلة طيب التغير هنا حدث في المجدار انت ايه اللي؟ التغير ممكن يحدث في المجدار وممكن يحدث في الاتجاه طيب انا كده اخد اول حالة من حالات العجلة هو التغير في مجدار السرعة امتى بقى التغير في اتجاه السرعة؟ لو قال لي في مسألة جسم يتحرك في مصار دائري ده طريق عبارة عن مصار دائري قولي في مسألة جسم يتحرك بسرعة سابتة ايه ده؟ السرعة مش هتتغير للسرعة مالها سابتة يعني فيش تغير في السرعة في مصار دائري تعاكنا نتخيله هو ماشى في المصار الدائري لو السيارة مثلا موجودة عند النقطة دي ده كان اتجاهها وصلت لحد هنا فين اتجاهها؟ ده اتجاهها مش ملاحظين ان الاتجاه ايه اللي بيحصل له؟ الاتجاه بيتغير اذا يوجد عجلة نتيجة التغير في الاتجاه يبقى الحالة التانية من العجلة الشكل ده فيه عجلة رغم ان هو بيتحرك بسرعة سابتة يوجد يتحرك عفوا يتحرك بعجلة نتيجة التغير الحادث في الاتجاه خلاص كده اتعرفت يعني ايه عجلة وامتى الحالات اللي فيها عجلة الحالات اللي فيها عجلة او الحالة ممكن يكون السرعة بتتغير في المقدار او السرعة بتتغير في الاتجاه لما يقول يتحرك بسرعة سابتة فيه مصار منحل طيب قوانين بقى العجلة اللي يحل بها المسائل انت تعرفت عليها قبل كده في اعدادي وكان بقولك ان العجلة كانت بتساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن وان واحدة قياس السرعة متر لكل ثانية تربيع متر لكل ثانية تربيع واحدة قياس العجلة غير واحدة قياس السرعة واحدة قياس العجلة متر لكل ثانية تربيع كبرنا بقى ودخلنا سنوي تعال ترجم القانون ده للفيزياء بتاعت السنة دي كلمة عجلة بالانجليزي اسمها acceleration طبعما معناها كلمة acceleration يبقى نختصرها في حرف الاي اللي هو اول حرف فيها يبقى العجلة هنختصرها في حرف الاي هتساوي التغير الحادث في السرعة ايه هو التغير الحادث في السرعة لو عندك جسم بيتحرك بالشكل ده على خط مستقيم بدأ السرعة بتاعته وليكن عند السنية الاولى كانت سرعته بعشرة متر لكل سنية وصرعته عند السنية الخامسة اللي هي في نهاية الرحلة كانت سرعته هنا كده كانت ساوي خمسين متر لكل سنية احسب العجلة يعتبر اخد السرعة عند البداية اللي هي السرعة الاولى ولا هاخد السرعة عند النهاية اللي هي السرعة التانية لا باخد الفرق ما بينهم لانه يقول للتغير في السرعة فبتبقى في تنين ناقص في واحد ده معنى كلمة التغير الحادث في السرعة على التغير في الزمن التغير في الزمن عند الزمن الاول تي واحد والزمن التاني تي تنين فيبقى الفرق ما بينهم تي تنين ناقص تي واحد واحدة قياسة متر لكل سنية تربيع طيب صياغ ابعادها تبقى ايه الناس اللي فاكرة صياغ الابعاد المتر ده كان طول يعني L على الزمن ده تي ولكنه تكل تربيع والمقام عشان يطلع للبسط فالتي هنا موجودة في المقام يعني هقدر قول عليها L في T قص سالة بي اتنين دي كانت مراجعة سريعة بس كده على صياغ الابعاد بنرجع بقى لك ومنحكم نشغالين فيه طيب كده خلاص عرفت من العاجلة V2 ناقص V1 على T2 ناقص T1 واحدة قياسة متر لكل سنية تربيع بس اكتاب المدرسة كان له رأي تاني هلك ما ينفعش تقول لي السرعة الاولى دي السرعة بس دي اسمها السرعة ابتدائية والسرعة الاخيرة دي اسمها السرعة نهائية فترجمها لو سمحت ما ينفعش تسيبها لي V2 كلمة نهائية بالانجليز اسمها ايه يبقى السرعة التانية دي اسمها السرعة النهائية فهتبقى سرعة وكلمة نهائية تبقى F يعني VF اسمها سرعة نهائية اما السرعة الابتدائية فكلمة ابتدائية بالانجليز اسمها اسمه ايه اول حرف فيها اي تبقى السرعة الابتدائية هيبقى اختصارها يعني اقدر اكتب القانون بالشكل الجديد ان العجلة هتساوي اللي هي السرعة النهائية او السرعة التانية ناقص السرعة الابتدائية او السرعة الاولى على الزمن التاني ناقص الزمن الاول مجرد اختلاف في المسمى بدل اتنين كتبنا اف بدل الواحد كتبنا اي واحد القياس السرعة العجلة متر لكل ثانية تربية وهو ده قانون العجلة طيب العجلة لها شقين او لها نوعين او لها صنفين عجلة منتظمة وعجلة غير منتظمة ايه الفرق ما بينهم تعا نشوف في درس السرعة كنا بنقول ان عندنا نوعين من السرعة السرعة منتظمة السرعة المنتظمة كان تعريفها كنا بنقول عندما يقطع الجسم ازاحات متساوية في ازمنها متساوية لان السرعة كان قانونها ازاحة على زمنه ومنها كنا نقدر نقول او نصنفها الشقين بالشكل ده كده نقول ان السرعة المنتظمة هي سرعة الجسم عندما يقطع ازاحات متساوية في ازمنة متساوية ليه قلنا ازاحات لان هو معدل التغير في الازاحة بالنسبة للزمن والسرعة الغير منتظمة هي سرعة الجسم عندما يقطع ازاحات غير متساوية متساوية في ازمنة متساوية ده كان التعريف القديم بتاع السرعة المنتظمة والغير منتظمة اما الدرس بتاع النهاردة احنا بنتكلم فيها على مين على العجلة العجلة بتساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن ايه اللي اختلاف بين القانون ده والقانون ده ده التغير في الازاحة على الزمن لكن ده تغير في السرعة على التغير في الزمن يبقى لو قسمتها لصنفين عجلة منتظمة وعجلة غير منتظمة العجلة المنتظمة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير ازحته ولا تتغير سرعته هنا كانت الازاحة في البسط هنا مين اللي في البسط السرعة يبقى بدل ما اقول هي العجلة او هي اللي يتحرك مقدار التغير في الازاحة لا ده هنا مقدار التغير في السرعة يبقى هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية اما العجلة الغير منتظمة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية في ازمنة متساوية والمفروض انك بقيت خبرة في شكل المرحلات البيانية يعني العجلة المنتظمة هتمثل بخط مستقيم اما العجلة الغير منتظمة هتمثل بمنحنة يعني ايه؟ يعني العجلة المنتظمة هتنقسم لنوعين عجلة تزايدية وعجلة تناقصية وايضا الغير منتظمة هتنقسم لنوعين عجلة تزايدية وعجلة تناقصية العجلة التزايدية المنتظمة هتمثل بخط مستقيم على منحنة الزمن والسرعة ليه منحنة السرعة والزمن عشان يكون الميل صداته على سنات سرعة على زمن يبقى الميل هيساوي العجلة تمثل بخط مستقيم ميل وموجب اما العجلة التناقصية المنتظمة هتمثل على منحنة الزمن والسرعة بخط مستقيم ميلو سالب العجلة الغير منتظمة العجلة التزايدية والعجلة التناقصية العجلة التزايدية على منحنة ايضا السرعة مع الزمن هتمثل بمنحنة بالشكل ده كده منحنة تزايدي اما العجلة التناقصية على منحنة السرعة والزمن تمثل بمنحنة بالشكل ده او دلة تناقصية او دلة عكسية ده كانت الشكل الكروكي للتلت رسومات هنخش جواهم بالتفصيل اكتر فركز اكتر اكتر عشان الموضوع ما يقعش منك الموضوع سهل مش صعب لو جال في مسألة بقى وداني جدول زي ده كده وقال لي الجسم اللي قدامك ده بيتحرك بسرعة منتظمة ولا غير منتظمة تعاني شوف كده لما الزمن كان بصفر السرعة كانت بصفر ولما الزمن كان بواحد السرعة كانت بعشر الزمن كان باثنين السرعة كانت بعشرين الزمن ثلاثة السرعة تلاتين الزمن اربعة السرعة أربعين السرعة في اول ثانية زالت بمقدار عشر والسرعة من الثانية الاولى للثانية التانية زالت من عشر لعشرين يعني تغيرت ايضا بمقدار عشر السرعة من اثنين لثلاثة تتغير السرعة في الأزمنة المتساوية بمقادير متساوية إذن دي عجلة منتظمة لو مثلناها بيانيا على شبكة على منحنة السرعة والزمن المفروض يطلع لخط مستقيم ميل وموجب لأن السرعة بتزداد بمقادير متساوية يعني اسمها عجلة منتظمة تزايدية تيجي نمثلها يلا لما كان الزمن بصفر كانت السرعة بصفر يعني النقطة هنا لما كان الزمن بواحد السرعة كانت بعشر أدى الزمن بواحد السرعة كانت بعشرة يعني عند النقطة دي لما كان الزمن باتنين السرعة كانت بعشرين لما الزمن كان بتلاتة السرعة كانت بتلاتين لو وصلتوهم مع بعض هيدي خط مستقيم ميل وموجب دي اسمها عجلة منتظمة تزايدية على الشبكة أو على منحنة السرعة مع الزمن طيب لو رسمنا نفس الجدول ده ولكن على منحنة العجلة مع الزمن بسيطة العجلة كانت بتساوي ايه؟ السرعة على زمن العجلة كانت بتساوي سرعة على زمن يعني العجلة عند الثانية الاولى دي هتساوي السرعة على الزمن العجلة هنا هتساوي كم على كم؟ عشرة على الواحد يبقى العجلة هتساوي عشرة دي اسمها عجلة منتظمة عجلة نوع ايه؟ منتظمة او عجلة سبتة يعني عند الثانية الاولى كان العجلة مقدرها عشرة طيب عند الثانية التانية كان العجلة مقدرها ايضا عشرة عند الثانية التالتة كان العجلة مقدرها عشرة ايه ده؟ لو وصلتهم مع بعض هيدي خط مستقيم يوازي محور الصينات دي اسمها ايه؟ عجلة منتظمة تزايدية يبقى العجلة المنتظمة التزايدية تمثل بخط مستقيم يوازي محور الصينات على محور الزمن والعجلة معانه طيب لو كانت عجلة منتظمة تناقصية تيجي هنا في الجزء السالب من الرسمة ويكون فيه خط مستقيم يوازي محور الصينات ولكن في الجزء السالب دي اسمها عجلة منتظمة تناقصية ولو كانت عجلة منتظمة تناقصية اما العجلة الغير منتظمة لو جيت تركز في الجدول اللي قدامك ده عند الثانية صفر كانت السرعة بصفر عند الثانية اربعة كانت السرعة بعشرة يبقى العجلة هنا بكام عشرة على الاربعة يعني العجلة هتسوي اتنين ونص طيب بعدها تمنتاشر على الستة السرعة على الزمن العجلة هنا هتسوي تلاتة ده بتلاتين على التمانية تلاتة خمسة وسبعين من مية ده العجلة بتزداد بمقادير غير متساوية يعني دي نقول عليها عجلة غير منتزمة لو مسلناها على شبكة السرعة مع الزمن عند الثانية اتنين عند الثانية اربعة كانت السرعة بعشرة عند الثانية ستة كانت السرعة بطمانتاشر فين التمنتاشر قبل العشرين بشوية عند الثانية تمانية كانت السرعة بثلاتين عند الثانية عشرة كانت السرعة بخمسين وصل دول كده مع بعض يديك منحنة تزايدة يبقى دي كان اسمها عجلة غير منتزمة تزايدية طب لو مسلناها على محور العجلة مع الزمن العجلة في الحالة الاولى بصفر في الحالة التانية اتنين ونص في الحالة التالتة تلاتة في الحالة الرابعة تلاتة خمسة سبعين من مية يعني بتزداد بمقادير غير متساوية هتلاقي تمثيلها ده خط مستقيم بالشكل ده كده يبقى دي اسمها ايه ده ده خط مستقيم هتقول لي غير منتزمة اه غير منتزمة لانها بتزداد اما العجلة المنتزمة بتمثل بخط مستقيم يوازي محور السنات يبقى دي عجلة غير منتزمة تزايدة وهنتكلم كمان شوية بالتفصيل على انواع العجلة تزايدية وتناقصية والانواع بتاعتها كلها مجرد ان انا كنت عايز هنا اعرفك الفرق بين العجلة المنتزمة والعجلة الغير منتزمة طيب انا هدرس مين فيهم انت اللي مكرر عليك السنات ان شاء الله هتدرس المسائل بتاعت العجلة المنتزمة اما انت اعرف دماغي ليه بالعجلة الغير منتزمة العجلة الغير منتزمة كل اللي مكرر عليك انك تكون عارف التعريف بتاعها وأشكال الرسومات البيانية الخاصة به يعني مشاجعة لها مسائل كل اللي مطلوب منك على عجلة غير منتظمة تعرفها وأشكال الرسومات البيانية الخاصة به يعني دي عجلة غير منتظمة تزايدية دي عجلة غير منتظمة تناقصية أما العجلة المنتظمة لا دي المسائل كلها كل المسائل اللي هتجيلك هتجيلك على عجلة المنتظمة نبقى أنواع العجلة المنتظمة يلا نشوفها اللي انت محتاج تدرسه بقى في العجلة المنتظمة اول حاجة انواعها وبتنقسم انواعها لثلاث اقسام سمعت من شوية عن العجلة التزايد والنوع الثاني عجلة تناقصية وزود عليهم كمان النوع الثالث ده اسمه العجلة الصفرية ونسيب ده للاخر تعال نتكلم الاول على النوع الاول من العجلة هو العجلة التزايدية وبعد كده نشوف العجلة التناقصية لو عندي سطح املس يعني ايه سطح املس حطيت لوح خشب بالشكل المائل ده كده لوح بالشكل ده كده املس يعني فيش في كوة احتكاك وحطيت كرة هنا اعلى اللوح وسبتها تنزل وهي نزلة سرعتها ايه اللي بيحصل لها؟ تزداد بفعل قوة جذب الارض لها حتى تبدأ الارض تجذبها لتحت كده فسرعتها بتزداد سرعتها للحد opportunities لوح تقدم الاول تفقنا wanna هنا دي اسمها السرعة الابتدائية اللي هي بدأ بيها واللي هنا دي اسمها السرعة النهائية ايهما اكبر شوية نازلة كده سرعتها بتزداد يعني السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية معنى كلمة تزداد سرعتها بمرور الزمن كلما الزمن يمر عليها سرعتها بتزداد او ان سرعيتها النهائية اكبر من سرعيتها الابتدائية الجملتين دول معناها عجلة تزايدية. الجملتين دول معناهم ايه? عجلة تزايدية. وعجلة تزايدية منتظمة. اما لو عكسنا نفس المستوى المائل الاملس ولكن حطنا الكرة هنا عند البداية. وشطناها. عايزين نشطها الاعلى كده. جيت هنا سيادتك وشطت الكرة دي لفوق. خبطتها عشان تطلع لفوق. اول ما بتغبطها بيكون سرعيتها كبيرة جدا. وهي طلعة طلعة كده السرعيتها اللي بيحصل لها بتقل لحد ما توصل للنهاية. النهاية بتاعتي اللي هي اسمها VF. والبداية اسمها VI اللي هي السرعة الابتدائية. وهي طلعة كده. السرعة اللي بيحصل لها? تقل السرعة بمرور الزمن. يعني مين هيكون اكبر السرعة الابتدائية ولا السرعة النهائية? لا السرعة الابتدائية تبقى كبيرة وانت طالع السرعة بتقل. يعني اللي هي السرعة الابتدائية هتكون اكبر من السرعة النهائية. عارف كلمة تقل السرعة بمرور الزمن او ان السرعة الابتدائية اكبر من السرعة النهائية بنقول عليها عجلة تناقصية. أما لو كان الجسم بيتحرك على مستوى أفقي يعني مش مائل أملس يعني مش فيك واحتكاك وكان في هنا كرة وجد سياتا خبطت الكرة في الاتجاه ده كده بسرعة ابتدائية مقدرها فيه آي عارفها توصل لحد هنا كده سرعيتها هتزيد ولا هتقل لهتزيد ولا هتقل يعني سرعيتها تفضل زي ما هي إيه ده يعني يتحرك الجسم بسرعة منتظمة لهتزيد ولا هتقل يعني ال vi بتساوي ال vf عارف يعني إيه كلمة يتحرك الجسم بسرعة منتظمة يعني مفيش عجلة مفيش أي تغيير حصل لا في اتجاه العجلة ولا في مقدار العجلة أو السرعة الإبتدائية بالسرعة نائية إذن العجلة هتساوي صفر أو بنوع عليها العجلة الصفرية ده بالحالة الثانية لو كان الجسم واقف مكانه هنا كده ما بيتحركش ساكن تقدر تقول لي العجلة بتاعته بكام برضو بسفر ده الجسم الساكن لا بيتغير لا سرعة ما بتتغيرش سرعيته لا مقدار ولا اتجاه يبقى الحالة الثانية بيكون في العجلة الصفرية الحالة أولى يتحرك الجسم بسرعة منتظمة الحالة الثانية بيكون الجسم ساكن ودول تلت أنواع العجلة المنتظمة سواء عجلة تزيدية أو عجلة تناقصية أو عجلة صفرية فهمنا الفرق بين الثلاث أنواع طيب تعال نشوف مسألة صغيرة كده عليهم توضح لنا الدنيا دي السؤال بيقول يتحرك جسم طبقا للجدول تعال نبدأ بالمسألة الأولى دي طبقا للجدول ده بعد كاميرا رح نشوف الجدول التاني طبقا للجدول احسب عجلة الجسم ده أول سؤال وحدد نوع العجلة عشان أحسب العجلة قانون العجلة كان بيقول VF ناقص VI على T2 ناقص T1 طبقا أجيبها منين دي فين العجلة النهائية فين السرعة النهائية وفين السرعة الابتدائية لو دخلت الجدول أخدت الزمن ده فسميت ده الزمن الأول فالسرعة بتاعته دي هي السرعة الأولى أو السرعة الابتدائية وأخدت الزمن الأخير ده وسميته T2 يبقى السرعة الخاصة بيه دي اسمها السرعة النهائية يبقى هنا السرعة النقيية هتساوي 30 ناقص السرعة الابتدائية بصفر على الزمن النهائي ب3 الزمن الابتدائي بصفر 30 على الثلاثة تطلع بعشرة متر لكل ثانية تطلع العجلة بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع اللي هنا شايفه ان كاتل VF اكبر من VI يبقى من قبل محل المسألة وهي عجلة تزايدية طيب فيش علامة تانية اه في علامة تانية النهائي تطلع معك اشارته ايه موجبة تبقى عجلة تزايدية وهنا اقدر ازود كمان على كلمة عجلة تزايدية وقل لها اسم جديد اسمها عجلة موجبة وبالتالي تبقى العجلة التناقصية اسمها عجلة سالبة نبتعان حل المسألة التانية كده خلاص عرفت النوع العجلة دلوقتي احسب العجلة خلاص حسبتها بعشرة النوع العجلة طالما ان تكتلع موجبة بتبقى عجلة تزايدية نحسب المسألة دي احسب العجلة فالعجلة VF ناقص VI على T2 ناقص T1 طلع كده الف من الرسمة لو انا اخدت ان ده الزمن الاول فده T1 فالسرعة الخاصة به هي السرعة الابتدائية ولو اخدت الزمن الاخير ده هو الزمن الثاني T2 فالسرعة الخاصة به هي السرعة النهائية ما انتش ملاحظ حاجة في الرسمة ان و الف بعشرة السرعة الابتدائية اكبر من النهائية يبقى تقل السرعة او العجلة تناقصية عود كده في القانون بتاعك تبقى الVF بعشرة ناقص الVI القانون بيقول VF ناقص VI ناقص VI بخمسين على T2 باربع ناقص T1 بصفر عشرة ناقص خمسين يعني سالب اربعين على اربع ناقص صفر اربعة الناتج يطلع بعشرة سالب عشرة متر لكل سنية تربيع بما ان العجلة بتساوي سالب عشرة متر لكل سنية تربيع العجلة بالسالب يبقى نوعها عجلة تناقصية وده شكل المسائل اللي هو حلها مسائل بس كده من غير رسومات يبقى العجلة التزايدية عجلة اشارتها موجبة اما العجلة التناقصية عجلة اشارتها سالبة لو زودنا بقى على المسائل الجادول ده السرعة الاولى كانت بعشرين عشرين 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 من قبل ما احل المسألة السرعة الابتدائية لو اخدت الزمن بصفر السرعة الابتدائية كانت بكام؟ بعشرين وعند الزمن التاني السرعة النهائية كانت بكام؟ بعشرين السرعة الابتدائية والسرعة النهائية. لتنين متسويين. يبقى العاجلة بصفر. دم تايي ك peer training ها نعوض ونشوف. العاجلة كي قبف ناياس تين واحد. الى في في بعشرين. برضو ب tweeting علي تين اللي هي اربعة. نايس تية واحد اللي هي بصفر. عشرين ناياس عشرين صفر صفر علي اي حاجة. بصفر. بيبقى من اخر كده السرعةيه كالسرعة سبتة او سرعة متزمةف العاجلة بنويها عليها عاجلة صفرية. يبقى لو الناتج يوم شهرًا بالموجب عجلة تناكوسيّة يوم شهرًا بالسلب عجلة تناكوسية وتكتلع بالصفر اسمها عجلة صفرية الجزئية اللي بعد كده التمثيل البياني للعجلة المنتظمة سواء تناكوسية او عجلة صفرية العجلة التناكوسية المنتظمة اخذناها من شوية انها بكون عجلة لو على محور السرعة مع الزمن ستكون خط مستقيم ملو موجب والعجلة المنتظمة التناقصية لو على محور السرعة مع الزمن يبقى خط مستقيم ميلو سالب يعني بالشكل ده كده اللباس الشمال ده كده اسمه ميلو سالب طبعا اخدنا الكلام ده في درس السرعة اما العجلة الصفرية لو على محور السرعة مع الزمن هو مش بيتحرك بسرعة ثابتة سرعة مع الزمن بالشكل ده اسمه سرعة ثابتة او سرعة منتظمة يبقى عليها عجلة صفرية اما لو على محور العجلة مع الزمن فدي عجلة منتظمة تزايدية بتترسم بخط مستقيم في الموجة بيوازي محور السينات العجلة المنتظمة التناقصية خط مستقيم في السالب يوازي محور السينات اما العجلة الصفرية خط مستقيم يوازي محور السينات بيسمها عجلة صفرية بيكون منطبق بالشكل ده كده على محور السينات يبقى عند الوقت ثلاث انواع من العجلة المنتظمة عجلة تزايدية عجلة تناقصية عجلة صفرية اخدنا الاشكال في الاجابات العجلة التزايدية موجبة التناقصية سالبة الصفرية الناتج بصفر التمثيل البياني العجلة المنتظمة التزايدية بيكون ميلها موجب العجلة المنتظمة التناقصية ميلها سالب اما العجلة الصفرية بيكون خط مستقيم بالشكل ده كده لو على محور الزمن السرعة اما العجلة المنتظمة التزايدية خط مستقيم يوازي محور السينات في الموجب العجلة المنتظمة التناقصية خط مستقيم يوازي محور السينات في السالب العجلة الصفرية خط منطبق على محور السينات كده إلى حد ما خلصنا حوالي سبعين في المية من درس العجلة يلا نتنقش في أهم المسائل قبل ما نخش على الأفكار الجديدة جهز خلاص طلعت لأله الحزب بتاعتك وجهز تحل معي مسائل بس قبل ما تحل مسائل اسمع الكلمتين دول لو قال لي في مسألة بدأ جسم حركته من السكون بدأ جسم حركته من السكون يعني السرعة الإبتدائية بتسوي سفر أو يقول لي في مسألة انتهت حركة الجسم بالسكون يعني جسم كان ماشي ووقف يبقى السرعة النهائية بتاعته بتساوي سفر أو قال لي في مسألة ان السرعة الإبتدائية بتساوي السرعة النهائية يبقى العاجلة في المسألة دي هتساوي سفر لأن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أول سؤال السؤال بيقول إذا كانت العاجلة تحسب من العلاقة التغير في السرعة على التغير في الزمن تمام التغير في السرعة على التغير في الزمن القانون ده كلنا عارفينه فإن مقدار التغير في السرعة فإن مقدار تغير سرعة جسم اللي هي الدلتا فيه يتأثر بعجلة مقدارها 4 متر على الثانية تربيع خلال الزمن قدره 2 ثانية يقول لك ما تحفظ كده قانون العجلة في سورة مسلس عشان تريح على نفسك قانون كتير بما أن العجلة كانت بتساوي السرعة على الزمن يبقى لو عايز السرعة فالسرعة هتساوي عجلة في زمن هو هنا عايز مقدار التغير في السرعة فالتغير في السرعة يساوي العجلة في الزمن يقول لك العجلة بتساوي 4 والزمن 2 يبقى 4 في 2 هتساوي 8 متر لكل ثانية الاختيار رقم بقى السؤال اللي بعد إذا تحرك جسم من السكون بحيث تزداد سرعته بمعدل منتظم حتى وصلت إلى 50 متر خلال 10 ثوان فإن الجسم يتحرك بعجلة مقدار تحرك الجسم من السكون بالسرعة الابتدائية بكام بصفر بحيث تزداد سرعته بمعدل منتظم حتى وصلت إلى 50 متر على الثانية وصلت يعني دي السرعة النهائية 50 متر لكل ثانية خلال زمن 10 ثواني والزمن بيساوي عشرة احسب العجلة العجلة كانت القانون بتاعها بي اف نقص في اي على دلتا تي اللي هو التغير في الزمن الف بخمسين والفي اي تحرك من السكون بصفر على دلتا تي بعشرة يبقى واحدة دي القياس خمسة متر لكل ثانية تربيع دي العجلة خمسين على عشرة يبقى اللي اختيار الرقم بقى السؤال ده يركز فيه شوية عشان فيه مقلة بصغير هتقع فيه كتير بعد كده بس لو ركزت المرض ان شاء الله مش هتقع فيه بيقول هنا جسم يتحرك بسرعة منتظمة مقدارها خمسة متر على الثانية لمدة خمس ثواني فإن العجلة كل اللي قرأ المسألة قالك إذا السرعة بتسوي خمسة متر على الثانية والزمن بيسوي خمس ثواني احسب العجلة ايه المسألة التفه دي والعجلة هتسوي السرعة على زمن يعني خمسة على الخمسة هتسوي واحد متر لكل ثانية تربيع صح طلعت مسألة سهلة اللي جاء بتعطيك غلط ايه ده مانا شغال في المسألة صح انت مخدتش بالك من حاجة صغيرة ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة يعني ايه سرعة منتظمة يعني السرعة مبتتغيرش وما ان السرعة ثابتة مبتتغيرش يبقى العجلة من غير محسب العجلة هتسوي سفر يبقى بما ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة اذا العجلة هتسوي سفر اختيار رقم جي عرفت الغلطة فينو انك مجرد قراءة المسألة قراءة عابرة السؤال التالي يوضح الرسم البيانة المقابل حال الجسم يتحرك بعجلة فان سرعة الجسم هي العجلة اللي قدامك دي عجلة تناقصية غير منتظمة يبقى السرعة هنا هتزداد ولا هتتقل هتتناقص بمعدل منتظم ولا معدل غير منتظم انا بلسه بقولك هي غير منتظمة يبقى هتتناقص وبمعدل غير منتظم لاختيار رقم دا طيب السؤال دا يوضح رسم البيانة المقابلة علاقة من سرعة وزمن ويتضح منه ان الجسم يتحرك بعجلة هو نوع العجلة هنا عجلة نوع ايه؟ تمثل على محور السرعة مع الزمن بخط مستقيم يبقى عجلة منتظمة طيب تزايدية ولا تناقصية من الخط المستقيم موجب يبقى عجلة منتظمة تزايدية اذا كده عجلة منتظمة تزايدية طيب مقدار العجلة احسبه منين؟ من الميل؟ هو ميل الخط المستقيم هنا تقطع دي من الصدات تلاتين قطع دي من السنات ستة يبقى صدات على سنات تلاتين على الستة تلاتين على الستة بخمسة يبقى العجلة هتساوي سرعة على زمن تلاتين على الستة هتساوي خمسة متر لكل ثانية تربيع ونوع عجلة منتظمة تزايدية ملقيتش كلمة تزايدية اقدر اشيلها وحط مكانها موجبة يبقى عجلة منتظمة موجبة مقدارها خمسة متر شايف هنا منتظمة موجب خمسة متر لكل ثانية تربيع لاختيار رقم G السؤال التالي بولك تعبر الاربع رسومات اللي قدامك دول عن اجسام تتحرك بعجلة منتظمة فاي من هما له اكبر عجلة؟ العجلة على منحنة السرعة مع الزمن هي الميل اذا اكبرهم ميل اكبرهم عجلة والميل اللي اخترقتين للحساب يا اما صادات على السنات او تاني الزاوية وصادات على السنات لو المحاور متجزقة زي اللي قدامك كده وتاني الزاوية لو المحاور معلقاش ارقام ولكن عندي زوائل طيب ما تيجي نحسب كده ميل كل واحدة فيهم يعني ميل الالف ده انت قطعت دي من الصلاة شايف الخط المستقيم اللي معك ده قطعت دي من الصلاة تمانية وقطعت دي من الصلاة ثلاثة يعني العجلة هنا هتسوي ثمانية على الثلاثة متر لكل ثانية تربيع طيب العجلة هنا في الاختيار الرقم بقى ستين على الثلاثة يبقى عشرين قطع من الصلاة ستين وقطع من الصلاة ثلاثة يبقى ستين على الثلاثة تسوي عشرين متر لكل ثانية تربيع العجلة هنا في الاختيار الرقم جيم قطع من الصلاة ثلاثة وقطع من السنات 2 يعني 3 على 2 او 1 ونص متر الكل ثانية تربيع العجلة في الاختير الرقم ده والاخير ده قطع دي من الصدات 15 قطع دي من السنات 1 يعني العجلة هنا 15 على الواحد يعني 15 فين اكبر عجلة 8 على 3 ولا 60 على 3 ولا 15 على الواحد ولا 1 ونص انا شايف ان اكبر رقم فيهم 60 على 3 ده اكبر ميل اذا ده اكبر عجلة السؤال التالي توضح الرسومات البيانية التالية حال الجسم يتحرك بعجلة عادة الاربع اجسام اللي قدامك بيتحركوا بعجلة عادة واحد بس سؤال لا متحركش بعجلة تعالي نشوف الاول ده دلوقتي السرعة منتظمة ولا غير منتظمة غير منتظمة ازاحة مع زمن ومنحنة يبقى سرعة غير منتظمة تزايدية وبما انها غير منتظمة يبقى فيها عجلة دي سرعة غير منتظمة تناقصية ايضا يبقى فيها عجلة طالما غير منتظمة هنا سرعة منتظمة لا ده ازاحة مع زمن وخط مستقيم يعني ده جسم ساكن والجسم الساكن العجلة بتاعته بالساوي صفر يبقى الجسم ده ملوش عجلة طيب ثانية واحدة ده الجسم ده الجسم ساكن لا ركز هنا ازاحة مع زمن لكن ده عجلة مع زمن والخط المستقيم ده كان اسمه عجلة منتظمة تزايدية اللي موجودة على السينات زمن يعني ماقول ذي على تي ده صدات على السينات ما دي بتساوي العجلة ازا الميل هيبساوي العجلة طيب الميل كان له كم طريقة للحساب له طريقتين ياما الجزء المقطوع من محور السينات الجزء المقطوع من السينات على الجزء المقطوع من السينات طيب لو بدلالة الزاوية يبقى الزاوية اللي بيصنعها الخط المستقيم المائل مع مشاور السينات يعني دي الزاوية المحصورة بين الخط المستقيم المائل ومن حول السرعة اللي هو ده ده الزاوية فالسؤال اللي قدامك هنا بيقول لك الشكل المقابل ودي علاقة بين سرعة وزمن لجسمين A و B بدأ حركة تاهمة من السكون اللي اتنين بدئين من عند السرعة بصفر فتكون النسبة بين عجلتين الجسمين A و B هي عجلة الجسم B هي ميل الخط المستقيم ده بالخط المستقيم ده بيصنع زاوية كام مع محور السنات 45 اذا عجلة الجسم B 45 طيب عجلة الجسم A الجسم A بيصنع زاوية كام او عدقل 15 يعني باخد الزاوية اللي بيصنعها الخط المستقيم مع محور السنات يعني باخد الزاوية دي كلها يبقى 15 و 45 يبقى الجسم A يصنع زاوية 60 اذا النسبة بين عجلتين الجسمين A و B عايز عجلت الجسم A الى عجلت الجسم B هتساوي عجلت الجسم A كانت تان ستين على عجلت الجسم B تان خمسة واربعين يطلع الناتج دخلهم على الآلة يطلع معك الناتج جزر تلاتة على الواحد الاختيار رقم G نشوف السؤال البعض السؤال التالي من الشكل المقابل صف نوع الحركة واحسب العجلة في كل جزء واحسب المسافة الذي قطعها الجسم ايه المطاليب الكتير دي ركز معايا وتقدر تحسب منها كل حاجة كلمة صف نوع الحركة صف نوع الحركة عشان اجاوب على كلمة صف دي لايك الاجابة بتنقسم من شكين اول شكة من الاجابة تبدأ تجاوب عجلة منتظمة ولا غير منتظمة تاني شكة من الاجابة هتجاوب عليها تزايدية ولا تناقصية يبقى هنا الاجابة على صف صف نوع الحركة ابدأ قسم الاجابة بتاعت اول حاجة منتظمة ولا غير منتظمة تاني حاجة تزايدية ولا تناقصية تعالى انا كنا نوصف نوع الحركة في كل الفترات الموجودة في الفترة من ايه لبي المنحنة السرعة مع زمن وده خط مستقيم طالما خط مستقيم تبقى عجلة منتظمة وميلها بيبصي مين يعني ميلها موجب اذا هي عجلة منتظمة تزايدية من ايه لبي عجلة منتظمة تزايدية طيب من بي لسي في هنا عجلة السرعة هنا ملها السرعة كانت عندي البداية بعشرين طيب عندي النهاية برضو بعشرين يعني السرعة دي بتقال عليها سرعة ثابتة يعني العجلة دي عجلة صفرية طيب في الفترة من سي لدي خط مستقيم تبقى عجلة منتظمة اوكي عجلة منتظمة طيب عجلة منتظمة ميلها سالب يبقى عجلة منتظمة تناقصية يعني كده قدرت اوصف الاجابة اللي موجودة هنا يبقى اصف نوع الحركة ببدأ اوصف كل فترة مستقلة بذاتها من ايه لبي عجلة منتظمة تزايدية من بي لسي عجلة صفرية من سي لدي عجلة منتظمة تناقصية المطلوب التاني بيقول لي احسب العجلة عجلة الحركة في كل جزء عشان احسب العجلة العجلة كانت قانون بتاعها VF ناقص VI على T2 ناقص T1 ال VF اللي هي السرعة النهائية ابدأ ادخل على الرسمة فين الزمن الاول انت مش محدد للفترة من ايه لبي فده بالنسبة للزمن الاول اللي هو T1 الت1 كانت السرعة عنده بكام بصفر طيب الفترة التانية نهاية النقطة اللي هي T2 الثانية اربعة الثانية اربعة كانت عندها السرعة بكام ابدأ اعمل اسقط لحد ما تقاطع واتحرك بالشكل ده السرعة كانت بعشرين يعني وانا بطلع المعطيات T1 كانت بصفر وال V الابتدائية او V1 كانت عندها ايضا بصفر اما الزمن التاني اللي هو T2 كان باربعة ثانية والسرعة التانية اللي هي V2 من على الرسمة طلعت بعشرين يبقى تعود تعود مباشر في القانون وتقول ان العجلة هتساوي VF اللي هي بكام بعشرين ناقص VI بصفر على T2 كانت باربعة ثانية ناقص T1 بصفر عشرين ناقص صفر بعشرين أربعة ناقص صفر باربعة عشرين على الاربعة تساوي خمسة واحدة قياس السرعة متر لكل ثانية تربيع ده كانت العجلة في الفترة الاولى طيب تعا نشوف العجلة في الفترة التانية السرعة هنا ثابتة مفيش فيها اي تغيير يبقى العجلة بصفر يبقى العجلة في الفترة التانية اللي هي A2 هتساوي صفر من غير حتى معوض لان السرعة كانت ثابتة طيب العجلة في الفترة التالتة القانون سابت زي ما هو VF ناقص VI على T2 ناقص T1 تعا نشوف الفترة دي دي الفترة الاخيرة اللي عايز احسب من خلالها العجلة العجلة هتساوي T1 فين T1 التمانية ولا الاثناشر الزمن الاقل هو اللي بيجي الاول الزمن الاقل هو اللي بيجي الاول في التمانية هي الاقل اللي يبقى T1 التي واحد كانت السرعة عندها بكام تبدأ تعمل اسقاط على منحنة السرعة تطلع بالشكل ده الصرعة عند النقطة دي كانت بكام بعشرين طيب التي اتنين اللي هو الزمن التاني الصرعة عنده كانت بكام شايف متقاطع هنا بصفر يعني اقدر اقول ان T1 كانت بتمانية ثانية وان V1 اللي هي السرعة اللي كانت قابلها كابتساوي عشرين التي اتنين كانت بتساوي اتناشر ثانية والسرعة اللي عندها اللي هي V2 كابتساوي صفر لو عوضت في القانون ده الف الف اللي هي V2 كانت بكام بصفر الفي اللي هي السرعة الاولى بعشرين على T2 اللي هو الزمن التاني باثناشر نقص الزمن الاول اللي هو T1 بتمانية صفر نقص عشرين بسالب عشرين اتناشر نقص تمانية باربعة سالب عشرين على الاربعة تطلع بسالب خمسة متر الكل ثانية تربيع السالب ده معناه انها عجلة تناقصية ده بيكون شكل مساء الامتحان بيقول لك صفر واحسب العجلة اما احسب المسافة فانحنا مش هنحلها دلوقتي هنحلها في الدرس الجاي عشان يكون اخدنا معادلات الحركة توفر علينا خطوات كتير عشان ما منيش زهنك بأفكار كتير هنخلي المطلوب التالت ده للدرس الجاي ان شاء الله لما ناخد معادلات الحركة طيب لما يجي لسؤال زي ده والرسم المقابل يوضح علاقة بين السرعة والزمن الجسم يتحرك في خط مستقيم ارسم منحنة عجلة مع زمن يمثل حركة هذا الجسم يعني هرسم نفس الرسمة ولكن على منحنة بدل ما يكون هنا سرعة هيبقى فيه هنا عجلة ويحدث قياس همتر لكل ثانية تربيع والمحور ده هيفضل عليه زمن زي ما هو انا هشرح المسال على نفس الرسمة عشان اعلمك ازاي بتترسم اول خط بتعملها اسأل نفسي عندي كم فترة في الرسمة يعني ايه فترة كل خط مستقيم بسميه فترة الجزئلة ده اسمه فترة لحد نهاية النقطة دي طالما غيرت مشارها كده انتهت الفترة يبقى دي اول فترة ترح تحدد الفترة بالشكل ده ترسم خط طولي كده يبقى اول فترة كتمن صفر للثانية الخمسة طيب من نقطة البداية دي امشي معها كده كل ده خط مستقيم فدي بالنسبة لي فترة دي ايه فترة الفترة دي ملها فترة تزايدية مش ملها مجب فترة تزايدية بدايتها عند الثانية الخمسة طيب نهايتها هنا عند الثانية رقم كام عند الثانية الخمستاشر يبقى من الثانية الخمسة للثانية الخمستاشر دي فترة عند نقطة النهاية في هنا خط مستقيم يبقى عندي فالرسمة لليه 3 فترات ابدأ بقى اعمل اسقاط على العجلة السرعة هنا كانت سرعة نوعه ايه سرعة منتظمة يبقى عندها عجلة لا ده العجلة عندها عجلة صفرية والعجلة الصفرية بتمثل بخط مستقيم منطبق على محور السنات بالشكل ده كده يعني اجي عندي خط السنات في الفترة من السفر الخامسة من زمن بداية الفترة لزمن نهايتها وارسم خط مستقيم بالشكل ده كده خلاص رسمت الفترة طيب في الفترة من خمسة لخمستاشر دي كانت فترة تزايدية تعرف تحسب فيها العجلة اه قدر احسبها العجلة هنا عجلة تزايدية والعجلة كانت بيسوي التغير في السرعة على التغير في الزمن السرعة تغيرت من كام لكام مش دي النقطة البداية يعني دي عندها تي واحد ادت تي واحد كان بيسوي خمسة التي واحد ده زمن بداية الفترة التي واحد كان بيسوي خمسة ده بول في واحد كانت بيسوي كام انزل اعمل اسقاط عند السرعة عندها الفي واحد كان بيسوي سالب ثمانية متر لكل ثانية نقزمن نهاية الفترة هو الزمن خمستاشر يعني التي تنين نتساوي خمستاشر ثانية يبقى السرعة التانية اللي هي في تنين قطل عند السنة خمستاشر تقاطع معها الفي تنين بتساوي تمانية متر لكل ثانية عود بقى تعود مباشر في العجلة يعني دي عجلة منتظمة تزايدية الرقم اللي هيطلع لك هتمثله في الاتجاه الموجب في الاتجاه الموجب لمحور السنات بخط مستقيم يوزن محور السنات العجلة كان بيسوي في تنين نقص في واحد على تي اتنين ناقص تي واحد الفي تنين بتمانية ناقص سالب تمانية ناقص ناقص تكون موجب يعني تمانية على تي اتنين بخمستاشر التي واحد بخمسة تمانية زي التمانية ستاشر ستاشر على خمستاشر بنائس خمسة عشرة يعني تطلع واحد وستة من عشرة متر لكل ثانية تربيع يعني العجلة أبا الرقم 1 و 6 من 10 دي من صفر الاتنين يعني في النص واحد هنا كده 1 و 6 من 10 أبا الرقم 1 و 6 من 10 من زمن بداية الفترة لانهايتها أخد خط مستقيم في الموجة بيوازي محور السينات بالشكل ده كده يبقى الفترة دي بتمثل العجلة من 5 إلى 15 أما في الفترة الأخيرة ليه كانت خط مستقيم بالشكل ده دي اسمها سرعة إيه سرعة منتظمة أو سرعة سبتة فالعجلة عندها عجلة صفرية الفترة دي كانت بدأ من 15 إلى حد 20 فأروح من 15 إلى 20 وارسم خط مستقيم منطبق على محور السينات بالشكل ده انتهى التمثيل البياني لمنحنى العجلة مع الزمن أمثلها ازاي وفي امتهى ازاي ببدأ أبص على الرسمة أول خطوة السمت الرسمة لفترات تاني خطوة العجلة السبتة السرعة السبتة عجلتها بصفر الخط المستقيم الميلو الموجب فبتكون العجلة موجبة عجلة منتظمة ووجبة فبتترسم بخط مستقيم يوازم إحور السينات في الموجب أما لو خط مستقيم ميلو سالب فبيكون خط مستقيم يوازم إحور السينات في السالب الفترة الثالثة كانت خط مستقيم او سرعة منتظمة فرسمتها عجلة صفرية ده كان شكل مسائل البياني انتهينا من مسائل البياني وانتهينا من مسائل العجلة المنتظمة في فكرة صغيرة وهنختم بها درس العجلة ان شاء الله افصل كده ثواني ويلا نخش على الفكرة الجديدة في فرق صغير كده بس بين العجلة المنتظمة التزايدية والعجلة التناقصية ايه هو تعالى نشوف الفرق القديم وبعد كده نروح للفرق الجديد العجلة التزايدية اتفقنا فيها ان السرعة النهائية بتكون اكبر من السرعة الابتدائية ده الشرط الاول او دي المعلومة القديمة بالنسبة لك والسرعة التناقصية بيكون فيها السرعة الابتدائية هي اللي بتكون اكبر من السرعة النهائية لحد دلوقتي كده تمام دي المعلومة القديمة لكن المعلومة الجديدة قاعدة صغيرة بتقول عشان تكون العجلة تزايدية اذا اتفق اتجاه العجلة مع اتجاه حركة الجسم اذا اتفق اتجاه الحركة مع اتجاه العجلة يعني ايه؟ يعني مثلا لو بيقولي يتحرك الجسم في اتجاه الشرط ده اتجاه الحركة وتأثر بعجلة الحركة الوقت كانت في اتجاه الشرط وتأثر بعجلة في اتجاه الشرط يبقى العجلة هنا نوعها عجلة ايه؟ عجلة موجبة او عجلة زيه دي طيب تعاني تخيل مع بعض دي لو تحرك جسمي في الاتجاه السالب ده اتجاه الحركة اتجاه الحركة في الاتجاه السالب يتحرك جسمي في الاتجاه السالب عشان تكون العجلة تزايدية لازم الجسم يتحرك معه في نفس الاتجاه يعني العجلة هنا عجلة سالبة وهقول عليها عجلة تزايدية اذا انت هطلق بطل معلومات ليه؟ مش العجلة السالبة دي انت حافظ انها عجلة تناقصية لا هنا اتجاه الحركة و اتجاه العجلة الاثنين مع بعض حتى لو الاثنين مع بعض في السالب يبقى عجلة تزايدية طول ما اتجاه العجلة و اتجاه الحركة الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه اسمها عجلة تزايدية فين الاتجاه الاخر نعكس القاعدة هنا اتفق اتجاه العجلة مع اتجاه الحركة هنا اذا تحرك الجسم في عكس اتجاه العجلة تصبح العجلة تناقصية تكون العجلة تناقصية يعني ايه يعني لو اتجاه حركة الجسم يتحرك الجسم في الاتجاه السالب الاتجاه السالب هنفرضه شمال ده ده اتجاه الحركة في الاتجاه السالب عشان تصبح العجلة تناقصية يتكون اتجاه العجلة لو اتجاه الحركة في السالب والعجلة في الموجب لاتنين عكس بعض وبرغم من كده العجلة موجبة وانت مغمد طبعا هتقول عليها عجلة تزايدية لا هي مش تزايدية ليه مش تزايدية ده انا هقول عليها عجلة تناقصية عجلة تناقصية لان اتجاه الحركة واتجاه العجلة لاتنين عكس بعض حتى لو كانت العجلة موجبة لو فهمت القاعدة بنسبة 50-60% هنزود فهمك اكتر للجزئة دي بسؤالين عليها السؤال التالي بيقول اذا تحرك جسمي في اتجاه الشمال اتجاه الحركة في الشمال وتأثر بعجلة منتظمة في اتجاه الشمال كده ايه علاقة الحركة بالعجلة الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه الحركة والعجلة الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه فقدر قول عليها انها عجلة تزايدية اوكي العجلة اذا عجلة تزايدية بس ما لقيتش في الاختيارات عجلة تزايدية هات ايك ناعا ايه الكناية عن العجلة التزايدية؟ ممكن اقول كناية عن العجلة التزايدية المنتظمة تزداد السرعة بمرور الزمن ممكن اقول فيها السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية ممكن اقول جملة تانية ان السرعة الابتدائية اقل من السرعة النهائية كل الجمل دي تنوب عن كلمة العجلة تزايدية طيب ما لقيتش كلمة عجلة تزايدية هل تصبح السرعة الابتدائية اكبر من السرعة النهائية لا ده تبقى عجلة تناقصية السرعة الابتدائية اقل من السرعة النهائية شايف الجملة الاخيرة السرعة الابتدائية اقل من السرعة النهائية يبقى لجابة رقم باق ديكنية عن العجلة التزايدية طيب نشوف السؤال ده السؤال ده بيقول إذا كانت تجاه عجلة الجسم هو عكس تجاه السرعة العجلة عكس السرعة السرعة دي هي مين؟ الحركة العجلة والسرعة لتنين عكس بعض إذن العجلة تناقصية هتلينا جملة تنوب عنها لإن مش لقيها في الإجابات كلمة عجلة تناقصية السرعة اللحظية تتساوي مع السرعة المتوسطة؟ لا سرعة الجسم تزيد بمرور الزمن؟ آه سرعة الجسم تزيد بمرور الزمن دي معناها عجلة تزايدية منتظم السؤال التالي إذا كانت تجاهي السرعة والعجلة سالبين اتجاهي السرعة والعجلة سالبين لتنين مع بعض في السالب السرعة في الاتجاه السالب والعجلة في الاتجاه السالب еле عجلة تزايودية ولا تناقصية بعض المتسرعين هيروح يجاوب ها يقول سرعة تناقصية ركز السرعة والعجلة الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه اذا العجلة تزايدية فين العجلة تزايدية ها التزداد سرعة جسم ت تنكظ سرعة الجسم يتحرك جسم بسرعة سبتة يتوقف الجسم اعنس العرقة من الت quoi من التنوب عن كلمة عجلة تزايدية تزداد سرعة الجسم كانت فكرة بسيطة بيجي عليها اسئلة كتير طالبة جامدين جدا بيقعوا فيها اتمنى ما توقعوش فيها كنت بقول لكم ان دي اخر فكرة صح? بس انا لسه معايا فكرة تحبوا تسمعوها طيب هتسمعوها لكن في الفيديو الجاي هتلاقي الفيديو بتاع الفكرة الجديدة دي تحت الفيديو دي على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته